هو يعني قبل ما نصل إلى موضوع كتابة الرواية مع حضرتك برضو عايزة توقف عند إسكندرية بالتحديد لأنه الحقيقة يعني ظهر منها العديد من الأدباء كمدن مصر المختلفة لكن إسكندرية بيقولوا أنها فعلاً ولادة في هذا الزمن يعني في هذا التوجه يعني صحيح لماذا يعني فيه مثلاً واحد كتب عنها أنه هنعتبرها وسط البلد بالنسبة لمصر لخريطة مصر كلها صحيح إسكندرية من ساعة ما تعاملت كانت مدينة العالم يعني فيه الصورة الظريفة قوي عن الإسكندر لما جيب نعملها فجي المهندس كنسمه ديني كوراتس كانوا يسمونه البارع في الهندسة يرسمها له بالحجر الجيري فما لقاش حجر الجيري فلسمها بالغلة بيوريه الأمح يعني الأمح فجات الطيور كرة الأمح فطبعاً ترعب الإمبراطور يعني فقال له ما تقلقش يا سيدة الإمبراطور بما يعني كده دي هتبقى مدينة يجيها العالم من كل ناحية تبقى مدينة العالم وحصل دليل إن هي أصبحت مدينة للعالم كله والعصر الهليني أو العصر اليوناني والروماني اللي بيسمونه عصر الهلينيستي أو الهليني كله سكندرية كانت عاصمة العالم فيها فلسفة وأدباء من العالم كله اليونان على رومان لدرجة إن كان المواطن الروماني ياخد ما يزبط الجنسية الرومانية يعني أو الوطنية لما ياخد من اسكندرية نفسها صحيح يعني حصل فيها مذابح يا مدى من اسكندرية يعطلناكم المسيحية ودرجة دينوس عام المسابح وغيره لكن كانت مدينة العالم وعاصمة العالم بجد مش يعني أنا عاصمة العالم هي اسكندرية والعصر كله يسمونه عصر السكندرية أنا حضرت بعد كده بقى حضرت الحضور الكبير أمي علينا لغاية مجين حمد علي وعمل تلعة المحمودية لما عمل تلعة المحمودية ارتفع سكان المدينة كان ست ألف بينما كان عددهم في العصر الروماني خمسمائة ألف حرر غير العبيد كانوا تقريباً لتلعة المحمودية فرجوا اليونانيين والإيطاليين كله بيجي بقى فكانوا بيعودوا مثلاً الفنانين على تلعة المحمودية يرسموا الناس انتبهت للفن التشكيلي يعودوا اتطلع منها بقى الجرائد يعني اتطلع منها يعني اللي بتعالجار أهرامه كل الصحافة طلقت من اسكندرية من أعداد على الأهوة بتاعه وبعدين جده جمهوا القاهرة يعني وكاتبها مصدر الحكايات دي كلها ليه بقى أنا مرة كتبت المقال في الحكايات دي إن اسكندرية لما تنزل فيها زمان يعني أو ما تنزلت عاوز تمشي غير القاهرة رغم القاهرة أحدث يعني القاهرة بعد اسكندرية بألف وثلاثون سنة أو ألف ومتين سنة القاهرة تنزل من رمزيس عاوز ترجع إن لما اسكندرية تنزل سي ديجابر عاوز تمشي تنزل حط مصر عاوز تمشي زمان يعني زمان يعني لذوقتي زحمة جامدة فتمشي وتطلع البحر فبتديك إحساس بالحرية في الحرية دي انت تكتب كويس أوي وترسم كويس أوي السينما طبعت من اسكندرية أول استيديو سينمائي كان في اسكندرية والسينما دي أول فيلم اتعرض في مصر اللي هو الفيلم الصامت بتاع الأخوين لومير اتعرض في باريس 1895 وبعدها بتلت شهور كان يتعرض في اسكندرية في الأصر بتاع محمدالي اللي هو أصر صخافة الحرية الآن اللي هو الأصر الإبداع الآن وبعدين جمب نفس الأخوين دولي جمب نفسنا يعملوا فيلم عن المنشية وكده وبتاع والحضائق الفرنسية وكده وبتاع فعاوز الإحساس بالحرية ده طلع بقى منها فلاسفة وطلع منها كتاب وطلع منها أكثر من أي بلد تانية صحيح هاجروا القاهرة مع المركزية لكن تظل اسكندرية من معنى الإله صحيح طبعا حضرتك يعني مهتم جدا بهذه الاسكندرية الجميلة جدا والقريبة فعلا إلى قلبنا كلنا